خلاء معنا الدكتور مروان بن علي البحر عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمشرف على نادي الأمن السيبراني السلام عليكم سعد الدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بك ونحن الآن نتحدث عن مجموعة من الثغرات التي اكتشفتها باعتبارك مكتشفة للثغرات 14 ثغرة في جامعة هارفرد 8 في أوراكل 6 في جوجل وهذه نبي نسولف عنها شوي 3 في أفاست 1 في سيمونس كوليديرا إنريش جامعة فكتوريا وغيرها من الثغرات التي اكتشفتها بودنا أن تحدثنا عن فكرة اكتشاف الثغرات وأهميتها لماذا نكتشف الثغرات نحن أولاً بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على الاسترافة في برنامجكم المميز وعلى قناتكم المميزة قناة المجد الصدائية بالحقيقة في البداية اللي هو عملية اكتشاف الثغرات هذه تمت عن طريق عملية أو أبحاث كنت أنا أجريها على أمن المعلومات في المواقع الإلكترونية طبعاً استمرت هذه الأبحاث لمدة تقريباً سنة ونصب وأنا أبحاث عن الأسغرات أحاول أني أفهم طريقة تصميم المواقع طريقة نقل البيانات أو حفظ البيانات الموجودة وتنقلها من مكان إلى مكان آخر وكيف أن المطورين يحفظون هذه المعلومات وكيف يتناقلونها حتى أني كونت أو بنية زي خارطة طريق كاملة لعملية اللي هو الحفظ عملية الانتقال عملية البروستس لنفس البيانات هذه ومن ثم اكتشفت الطرق الممكنة لاخترار هذه البروستس اللي موجودة عندهم أو الطرق اللي موجودة عندهم بحيث أن أنا أقدر أكثر الطريقة هذه وأحاول أني أقحم نفسي معهم أو أني أدخل على بيانات أعدل عليها أو أني أضيفها طبعا بالنسبة للثغرات أو اكتشاف الثغرات هذه كانت مثل ما ذكرت سابقا متبطف مجموعة أبحاث فما كان عندي الهدف لاكتشاف الثغرات المادتي لأنه في بعض البرامج اللي أكتشف فيها ما تعطي مرجود مادتي فقط اللي هو تعطي شهدات شكر أو تشكر الأشخاص لنظير اكتشافهم الثغرات فكان الهدف في البداية هو هدف فقط اللي هو اكتشاف هذه الثغرات لحماية المستخدمين مستخدمين البرامج هذه من الشركات ففي البداية بديت في عملية اكتشاف الثغرات ومن ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة البقبانت يسمونها برامج اكتشاف الثغرات اللي تدفع المدود المادي للأشخاص اللي يكتشفون الثغرات ومن خلالها بنيت عندي قاعدة معلومات كبيرة جدا في عملية الاختراق والتكتيكات اللي تستخدم في عملية اكتشاف الثغرات هذه فكان عندي المدود الأول هو طبعا إضافة من ناحية المعلومات وإضافة لي للبحث العلمي اللي أنا عجريه الشيء الثاني كان هو عملية التسويق للمهارات الموجودة وعملية إثباتها وسقل المهارات هذه وآخر شيء كان هو المدود الماد أنا هذا اللي كنت يعني أبي أعلق عليه موضوع تسويق المهارات إذا كان مكتشف الثغرات يريد أن يسوق لمهاراته فما المستقبل المتوقع لمكتشفي الثغرات يعني سوقوا مهاراتهم ثم ماذا؟ هذه يسمح لهم بعد ما أنت توفض مهاراتك أو تسوق لمهاراتك بالتسويق الناجح قد تحصل على عقد عمل أو عقد عقود استشارة من بعض الجهات اللي تقدر أنها توفد لك أو أنها تمنحك وظيفة معينة كفريلانسر تشتغل عندهم أو إذا كان عندهم شواغر وظيفية في عملية أمن المعلومات عملية حماية المعلومات باختلاف الوظيفة الموجودة لكن أنت سوق لنفسك تخلي السي بي اللي موجود عندك أكثر يكون جذب لأرباب العمل اللي موجودين سواء في القطاع الخاصة أو القطاع الحكومي الآن مثل ما نشوف عملية أمن المعلومات أخذت أبعاد مختلفة كثيرة والدولة حفظها الله قامت بإضافة اللي هو بعض المبادرات وأيضا اللي هو لفت الانتباه للموضوع هذا وبناء بعض التشريعات اللي من أجلها الحماية المستخدمين في الفضاء السفراني فمجرد أنك ما تسوق لمهاراتك وهذا دائما أنا أنصح طلابي وطالباتي أنه دائما حاول أنك تشترك في البرامج هذه تسوق لنفسك حتى لو كان البرنامج ما يعطي مرجود مادي فقط كشهادة شكر أو غيرها هذا رح يسمح لك مستقبلا أو بعد انتهاك من الدراسة أولا يضيف لمعلوماتك شيء اثنين يسهل عليك من عملية الحصول على وظيفة لأن الآن المجال الوظيفي اللي موجود عندنا في المملة العربية السعودية يعتمد على المهارة وبالخصوص بالتخصص هذا تخصص أمن المعلومات يعتمد على المهارة لا يعتمد على الحفظ ولا على تلقين يعتمد على مهارة الشخص كما زادت مهارة الشخص الإكسبرينس اللي موجودة عنده عملية الخبرة في احتكاكها مع البرامج الكبيرة فهمة طرق الحماية وكيف تجاوزها هذا بحد ذاته يضيف لشيء كثير اللي سهل من عملية حصولها على الوظيفة ونرى بذلك اللي هو كترجمة لمثل هذه الأفكار هو وجود الشهادات الاحترافية الآن عند التقديم على أي وظيفة في أمن المعلومات غالبا غالبا ما يطلب منك شهادات احترافية تكون كواحد من الأشياء الشبهة أساسية في موضوع التقديم هي التي تثبت وجود المهارة لديك صحيح صحيح هي فقط نقطة واحدة هي سواء عن طريق الشهادة الاحترافية تستطيع تثبت مهاراتك أو عن طريق برامج اكتشاف الثغرات أيضا تستطيع تثبت مهاراتك تختلف الطرق لكن الهدف واحد أي نعم اسمح لي أختم بهذا السؤال ما يتعلق بالأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية كيف ترى وهل يمكن لمكتشفي الثغرات أنهم يساهمون في تطوير البنية التحتية الرقمية التقنية بالتأكيد بالتأكيد أن المكتشفين الثغرات الآن يساهمون بشكل كبير جدا في عملية تحسين البيئة تحسين التطبيقات الموجودة سواء تطبيقات حكومية أو تطبيقات خاصة من خلال طرح هذه البرامج في منصات اكتشاف الثغرات اللي من أجله يسمح للمهاجمين أو يسمح للهكر الأخلاقي من اكتشاف الثغرات والتبليغ عنها في البرنامج هذا يحضر خصوصية الشخص وأيضا من النواحي القانونية بالنسبة للهيكلة الموجودة بالنسبة لأمن المعلومات في المملكة العربية السعودية هي قوية حتى الآن وفي طور التنمية وفي عجلة سريعة للحراك في موضوع الأمن السيبراني سواء من عن طريق إطلاق عدد من المبادرات الموجودة وأيضا بناء تشريعات كثيرة من أجل حوكمة الاستخدام والحماية المستخدمين في الفضاء السيبراني وأيضا إطلاق البرامج مثل البرامج اكتشاف الثغرات وأيضا البرامج الجامعية التي نشوفها على مستوى الجامعات التخصصية تكون في أمن المعلومات سواء في دراسات عليا أو دراسة الماجلسة جميل جدا شكرا لك أستاذ الدكتور مروان بن علي البحر على هذه المداخلة حول موضوع اكتشاف الثغرات شكرا لك عفوا أستعدك الله واسمحوا